في آخرة الطورات الميدانية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا قال حاكم منطقة دونتسك الأوكرانية فاديم في لاشكين إن ثلاثة أشخاص قتلوا وثلاثة آخرين أصيبوا جراء قصف مدفعي روسي على بلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا السبت مضيفاً أن أضراراً لحقت ببناء متعددة الطوابق ومبنى إداري ومتجر ومن جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليجرام السبت إن أقواتها سيطرت على قرية كالينوفي في منطقة دونتسك بشرق أوكرانيا وتعد كالينوفي مركز لوجستيات أوكراني كبير يهدده تسارع التقدم الروسي في منطقة دونباس الصناعية شرق أوكرانيا إلى ذلك قال السلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 67 طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز شاهد على أوكرانيا في هجوم كبير ليلة الجمعة السبت وأنه تمكن من إسقاط 58 منها وفي بيان عبر تطبيق تيليجرام أضف المصدر الأوكراني أن وحدات الدفاع الجوي تصدت للطائرات الروسية في 11 منطقة بمختلف أنحاء أوكرانيا وقال البرلمان الأوكراني في بيان آخر مصحوب الصور أنه تم العثور على حطام الطائرة المسيرة جرى إسخطها بجوار مبنى البرلمان بعد هجوم شنته روسيا في ذات الليلة في السياق قالت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها تشعر بالقلق العميق إذا التقارير تتحدث عن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا وأضافت الوزارة في بيان لها يوم السبت أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل تهديداً لأوكرانيا وأوروبا داعياً الأطراف الدولية إلى زيادة الضغط على البلدين وكانت تحيفة وولستري جورنال قد أشارت إلى أن إيران قامت بتسليم صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا متجهلة التحضيرات الغربية بعدم تزويد موسكو بهذه الأسلحة موقدة أن الشحنة التي تم تسليمها مؤخراً تشمل عدة مئات من الصواريخ قد يصل مدها إلى حوالي 500 ميل موسيقى 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 موسيقى